باشا تعال يا باشا تعال تعال واسع واسع يا ابن والا ركام تون زيلت يا حبد الله السلامة باشا وكولسان وانت طيب واحدة واحدة ارد على انهى فيهم يا حبد الله السلامة باشا الله يسلمك يا سيدي كولسان وانت طيب بقى وانت طيب يا حبيبي مناسبة ايه بقى عيد ميلادي يا باشا يا باشا دي محفوظات كده من هو لكي تجيني فلوس عقول تجيني المبنى نا؟ ده درسته والله ده أنا بقصتها بقلي 92 ساعة بنا عينك يا باشا طيب بس اسمحك تسيب لي المفتاح عشان ده يا باركي ماشي بس خلي بالك على العربية والنبي الحسن دي اس برضو آه والله بقصتها بقلي 290 شهر يا سيعتر يا رب طيب باشا لو في حاجة مهمة خدها معاك أنا همليش دعوة لا 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 فيش حاجة مهمة ولا حاجة طيب بس لابتوب وساعتين ومفتاح بيت الليفزاي فيلا دورين بس إيه لقطة مقصتها على 20 و50 سنة 20 و50 سنة ضع البركة في الأولاد بقى هم اللي يكملوا إن شاء الله جودي ويازم حبيبي مقصتهم برضو على تسعة شهور بدون فايدة لعلمكم ممكن تعزوهم على سبعة شهور بس عشان حبيبتي خلالهم تسع بنا عينك والله يا باشا بس ما تخذنيش في سؤال انت في حاجة بتاعتك في حاجة ملكك آه عندي أيوة هاي عندي إصار لا حاول لا لا قلت إلا بالله طيب ربنا معك يا باشا طيب أقول لك ومورني آآ كل سنة أنت طيب ليه وعيد ميلادي ولا إيه مستر سايس مستر سايس طالعي باشا طيب تعال علي تعال علي واسع أعزائي المشاهدين السلام عليكم وإلى الله وبركاته أهلاً بكم في حلقتين جديدة من برنامج الدحيح عزيزي مشاهد ألف مبروك بعد سنين قضيتها في التعليم أخيراً اتخرجت من الجامعة واشتخلت أول وصيفة لك وهتبدأ أخيراً رحلتك فإنك تكون نفسك يلا يا بطل شد حيلك عايزين نفرح بيك لأيك الحقيقة يا عزيزي أن أنت صدمت من الأسعار بعد حزبة بسيطة اكتشفت أن أنت محتاج تقعد 15 سنة التحوش عشان تجيب شقة وتفراشها ده 15 ده بيست كيس أو 5 سنة عشان تجيب عربية أو سنة عشان تجيب آيفون 13 برو ماكس بس أنا مش عايزك تيقص إيه يا بوحمد هسلفني يا عزيزي ده منظر واحد ممكن يسلفك ده أنا عايز اللي يسلفني بس يا عزيزي الحمد لله المؤسسات البنكية بتدينا حاجة اسمها التقسيط عايز تجيب عربية ادفع مقدم 20% والباقي تقسيط على 7 سنوات عايزة تجيب شقة ادفعي مقدم 7% والباقي على 10 سنوات مش بس كده البنك بيضحي بيقولك امسك كريدت كارد دي اشتري مان هلأت عايزه وبقالة هدوم صفر برا وبقى هدفع على مالك فأنت حسبتها مع نفسك وليت إن فكرة القز دي مش وعشة في التقسيط أه أنا هاحرم نفسي من جزء من مرتبي دي مقدة عاشر 15 سنة عشان اجيبي الحاجات دي واستفيد جهة للوقتي بس أنا كده كده كنت هاحرم نفسي لو كنت هحاوش على الأقل في التقسيط بنبزت بالحاجات دي دلوقتي بدل ما أستنى عشرة 15 سنة تانيين الحقيقة يا عزيزي إن حبك لهذا التقسيط مش جديد في دول كاملة التقسيط جزء أساسي من الدينيال لإستهلاكي بتاعها قال عزيزي يعملوا تحليل دي إن إيه للدول وإلها مالاش تستهلك كتير فتقمها لها لهم اخسن بالله ما استهلاكي أمريكا مثلا في عدد 12 وصل عادة هسابات الكريدت كارد فيها حوالي 420 مليون بنتكلم في سبعة من كل عشر أمريكان معهم على الأقل واحد كريدت كارد خلينا أقول لك يا عزيزي المشاهد الجميل إن التعداد أمريكا دلوقتي 330 مليون يعني عدد الفيز اللي موجودة في البلد أكتر من الأشخاص هلاش دي؟ شوف مثلا قليش ستودنت لونز القروض اللي بتتأخذ عشان تدفع بيها مصاريف الجامعة وصلت لواحد بسيطة من عشرة 2 مليون في 2014 عدد الناس اللي واخدت تدفع بيها مصاريف الجامعة وصل إلى 440 مليون الحقيقة يا عزيزي كخبير اقتصادي يعني بقلك إن مفيش مشكلة في فكرة الدفع الآجل أو التأسيد في حد ذاتها بالعكس دي بتنشط الاقتصاد على المدى القصير القوة الشرائية بتاعتك كمستهلك بتزيد فحركة البيع والشراء تزيد دبقوا على المدى الطويل مين اللي هيشد بدي الكلام ده ما تشغلش بالك يا عزيزي على رأيي جون مينارد كينز in the long run we are all dead أو زي ما بتقول الستي حين النهاردة وموتني بكرة حتى لو المدى جيب في صورة أقوى أزمة العالم مر بيها في آخر 80 سنة الأزمة المالية العالمية اللي رجبت العالم سنة 2008 وعشان نفهم من اللي حصل هجيب لك الموضوع من أول وخالص من أفاها سنة 1933 يتولى الحكم الرئيس الأمريكي Theodore Roosevelt هذا الرجل يا عزيزي كان جاي خلال أزمة اقتصادية وبيظهر مها حاجة اسمها نظام التمويل العقاري بمفهوم الحديث المورجدش المورجدش ببساطة يا عزيزي هو قرد بتاخده بهدف شراء عقار زي بيت أو حيطة أرض بتدفع من 10 إلى 20% من قيمة العقار وتقصد باقي المبلغ والفوايد على مدة من 20 إلى 30 سنة مع نفسك بقى براحتك عادةً القرد بيكون بدوان البيت أو الأرض اللي أنت واخد أصلاً عشان هكارد يعني لو جيت في النص ومعرفتش تكمل البنكة أو القارد بيأخد البيت وإيه لا خلاص شكراً مع السلامة هناخد إحنا البيت لو تعصرت ولو عزت حاجة ده القارد بتاعي هاي والنظام ده نجح مع مرور الوقت سنة 1940 كانت نسبة الأمريكان اللي عندهم بيوت حوالي 40% سنة 1980 النسبة دي عليت ل65% واحدة واحدة بتتحول أمريكا من بلد مستاجرين لبلد من ملاك البيوت الموضوع فطل على وضعه بسيء ما فيهوش غير الجهتين المخدرد اللي عايز يشتري بيت والمقر اللي بيسلف الناس في الهوس اللي هو في الحالة دي البنك وفطل الوضع كذلك يا عزيزي لحد ما حصلت ثورة جديدة في التمويل العقاري زودت أطراف المعاتلة في أوائل 1980 اتأثر قطاع على الـ S&L بشكل كبير جداً هذا القطاع التحويش والقروض أجل أكبر ممول للتمويل العقاري وقتها خليل أقول لك يا عزيزي إن كان القائمين على هذه الصناعة طول عمرهم عندهم موديل مشهور أولاً اسمه 3-6-2 أستلف المستثمرين وديهم فايدة 3% أسلف اللي عايزيني يشتروا بيوت بفايدة 6% أروح ألعب جول في ساعة 2 الضهر المشكلة يا عزيزي في هذا الوقت إن أمريكا في التمويلات كان بتعاني من تدخن عالي جداً وهذا الموديل ويع في ظل السياسات التقشف اللي كانت الدولة متبنياها عشان تقدر تحد من التدخن الفكرة عزيزي إن المستثمر بدل ما يحط فلوسه في تمويل العقاري ويجيله 3% طب ما نحطها في البنك ويجيلي نسبة توصل 15 أو 20% وقتها طبعاً كل ده خلى الصناعة تنهار وقتها بعض عضاء الكونغرس تدخلوا عشان ينتظروا الصناعة دي من أنها تنهار ده لأن تملك البيوت والأراضي فكرة قوية جداً في الصخافة الأمريكية وجزء من الأمريكان دريم وغالباً ما بيتم توظيف الفكرة دي سياسياً من ضمن شوية قرارات مررها الكونغرس وقتها لإحياء هذه الصناعة كان السماع للمؤسسات اللي شغالة في مجال التمويل العقاري إنها هتقدر تبيع القنود بتاعتها ويظهر هنا واحد من أهم الأشخاص في هذه القسم اللي سهموا من الخير ما يقصدوا في الأسبة الاتصادية بتاعت كام الفلو تمانية لويس رانيري عمك لويس ده يا عزيزي كان شغال فيه بنك استثماري اسمه سالمون بروز وكان رئيس قسم التمويل العقاري وقتها رانيري قال لك ده واضح إنه هنا فيه مكسب حلو من بيع ديون دي ليه ما نعملوشي فأنشأ نوع من الأوراق المالية هو حاجة باسأ المورجج باكت سيكوريتيز الـ MBS كان الطبيقية إن أنا واحد عايز يشتري بيت أروح للبنك هاخد قرد وافضل أدفع للبنك كل شهر فلوس بقى من رتبي كل شهر لحد ما أساد القرد ده بيجي البنك يقول لك إيه ده طب أنا كده سلفت كل فلوسي وده ما نفعش أنا محتاجي بقى معايا كاش أمشي بيه نفسي لأن كل فلوسي في السوق مسلفها لناس فالبنك بيعمل إيه؟ ياخد الورق اللي بيقول اللي الناس دي مديوناني بمئة مليون دولار بفايدة معينة وهقوم بايع الورق ده لمستثمر برخم طبعا أعلى شوية من مئة مليون عشان نكون كسب وهنا الطرف الثالث اللي اشترى من البنك له حق إنه هو يلم فايدة مئة ألف دولار كل شهر الطرف الثالث ده عزيزي غالبا ما بيكون بنك استثماري زي اللي كان رانييني شغال فيه البنك الاستثماري بيأخذ الديون اللي هو اشتراها دي ويقوم بقى هتضحى كلها في علبة كبيرة ويقسم العلبة دي زي الكيكة كده تيك 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 حتة متساوية العلبة دي يا عزيزي بيجي لها كل شهر اللي قصاد بتاعت كل الديون في المثال بتاعنا ده الشركة بيجي لها مئة ألف دولار في الشهر لو قلنا العلبة متقسمها لمئة حتة فكل حتة لها ألف دولار البنك الاستثماري يعمل اي بقى يبيع الحتة الصغيرة اللي احنا مقسمينها دي للمستثمر خد يا مستثمر فأنا كمستثمر بشتري حتة من العلبة هزي الحتة بتجيب لي مبلغ كل شهر طبعاً في ناس معها أكتر عايش تري حتتين ثلاثة هنقول له لا هنقول لتفضل بل أنا مش شافة والذي معايش تري العلبة كلها اللي بركلو الحتة دي عزيزي زي شهادات الاستثمار اللي انت بتشتريها من البنك او لو مثلا تشتري أسهم او سندات في الشركة بهدف بقى ان هي تجيب لك عقد بشكل دوري فكرة بقى عزيزي ان الحتة دي بقيت نوع مقنن واحد في اليابان واحد في السين يبيعها لمن كوريا زي أي نوع من الأوراق المالية وهي تي يا عزيزي ببساطة الـ MBS نوع من الأوراق المالية اللي بيتم تداوله وهو مدعوم في الأساس من قرد قرد متاخد بهدف تمويل شراء عقار حد يشتري بيت يأخذ قرد من البنك البنك يسلفوا هذا القرد بدل ما البنك يستنى بعد 30 سنة يأخذ الفلوس لا أنا هبيع اللقشة دي ليه بنك استثماري البنك الاستثماري يأخذ هذه القروض اللي بتجيب له 100 ألف دولارة في الشهة ويفضل يعسمها حتة 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 ويبيعها بقى للمستثمرين ويتم تداولها حوالي العالم والناس تاخدها عشان تقدر تعمل داخل شهري معين فهمت؟ رغم إن موضوع الـ MBS ده عزيزي كان مش كويس استثمار آمن مفقوش قطورة بس كان هناك مستثمرين شايفين المخاطرة بتاعت حاجة زي كده يبين عليهم ده عشان معلش يعني ممكن الناس اللي بتدفع أصد بيوتها يتعسروا معلش مش معايا الشهر ده والشهر اللي جاي اضطرت من شغلته مصطلح اسمه وابقى أنا كده كمستثمر لبست في الحيطة حتى لو خدت البيت ما هو البيت مرهون بالقرد فأنا لو ما ده سددتش القرد هاخد أنا البيت فمس شرط أقدر أبيع البيت ده بالقيمة اللي البنك كان مسلفوا عليها فهنا بعض المستثمرين يقولوا لك قليل إلعاق شوية بس خليني في المضبون قوي وعلى الناحية التانية كان هناك مستثمرين شايفين إن المورجج باك سيكيورتيز دول العقد قليل قوي بتاعها ايه عام الملل ده حيزين نزود الرسك شوية ونخلي العقد يعني وهنا يا عزيزي ظهر عشان تعرف بس إن عالم الفاينانس ده كله اختراعات فيه فينانشال انوفيشنز طبعاً أحيانا بتلبسنا في الحيط زي ما حصل في أبنان تانية ولكن ما علينا ومن هنا ظهر مشتقة آخر من الـ MBS وهو ما يسمى بالـ CDO collateralized debt obligation إيه أبو عبيد الـ CDROM ده الـ CDO يا عزيز ركز مش فيه ناس شايفة إن الموضوع ده فيه مخاطرة جاندة وناش شايفة إن الموضوع ده ممل قوي طب حلو قوي هندي كل واحد على قد دماغه أنا يا عم كان عندي علبة حاطت فيها الديون كلها حاطت يا عم العلبة دي افرزها لي فيه ديون لناس قويسة بتشتغل شرونات قويسة الناس بتسادل في مواعدها كل حاجة ماشيين بالمسطرة دي ديون ناس حلوة مفيش واحد هيدفولت غالباً يعني حطها لي على جنب والديون اللي فرص عدم سددها أعلى حطها لي على جنب تاني فهنا عزيز إنت عملت منتجات تانية اللي كل واحد بقوا دماغه والله أنا عايز حاجة فيها مخاطرة أعلى بس ماكسب أعلى فخد الناس اللي ممكن ما تدفعش عشان كده بنحط لهم فايدة أعلى عشان ممكن ما يدفعوش طب أنا عايز حاجة أمنة وسهلة ومضمونة خد الناس اللي منضبطة بتدفع ممعاتها بس الفائدة طبعاً عليهم مليلة لأنه هم مضمونين أعديك من الفرز الأول كويس وحط لك يا عام عقد عليها 5% زي بعض لكن إنت بقى ريوش وعايز حاجة خطر والفويل فيها عالية أعديك من الفرز الثالث وحط لك عليها عقد 20% لو أنت راجل متوسط وهادي أعديك حاجة من الفرز الثاني وحط لك عليها فائد 10% في الاستثمار يا عزيزي كل ما الرزق بيعلى المخاطرة بتعلى كل ما المكسب بيعلى كل ما تبقى صفة أكتر كل ما المكسب بيقلي في الحقيقة الـ NBS يا عزيزي وخصوصاً الـ CDOs مش بس خلقة فرص متنوعة للإستثمار فما يتخلي كل مستثمر يختار المخاطرة التي تعجبه لا دي كمان خلقة فرص تبويل عقاري جديدة لناس كان صعبة عليها إن هي تقدر تأخذ القرد زي من البنك عشان مش بينطبق عليها كل الشروط بس دلوقتي كله بقى بتأمر والجريل غالب تكرر ظروفك مش ولا بد هاتدي القرد يا عم تشتري البيت بس أخذ منك فعيدة 20% بدأ للستة اللي كان بيخدهم البنك وروح يا عم انت أشتري البيت ولا يهمك وانشو راح سامنك في أهلاء ما تشلش أهم الموافقة خلاص بقى فيه مستثمرين يشيلوا عنك يا عم دلوقتي يا عزيزي المستثمرين بقى اللي بيعملوا حاجات أمنة وبياخدوا نسبة قليلة كانت الحاجات اللي ممكن يستثمروا فيها محدودة انت عارف عزيزي المستثمر دي بتاكله يعني عايز أنواع وفرايتز وتوبينجز وسوسز يحب المستثمر ما يأكلش من قدامه بس يحب يغلب طبع سلطة أبوتايزر طب يحمل المستثمر انت اللي يزنق نفسك في الحت الأمان فوقي كيش شوي عشان تاخد مخاطرة وتاخد فايدة حلوة ياريت والله كان ينفع عزيزي المشاهد يعمل كده ساعات كتير المستثمرين كانوا بيبقوا متحجمين وده لأن بعض المستثمرين كانت الدولة بتفرد عليهم نوع للستثمرات اللي ينفع يدخلوا فيها يعني مثلاً لما أنا بقول كلمة مستثمر المستثمر ده ممكن يبقى في صندوق المعشات اللي بيستثمر الناس فلوسها عشان يقدر يجب لها فلوس لما تتقعد فده الدولة تقوم إليك هي 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 ما نفعش تاخد مخاطرة لأن دي فلوس الناس كلها لكن واحد يبقى عنده ستين سنة ويكتشف من الفلوس اللي محوشها باحت؟ فتيجي هنا مين بقى تخش في المشهد دلوقتي شركات التأمين وعلى رأسهم يا عزيزي أحد رعاة منشستر يونيتد السابقين AIG أي نعم يا عزيزي اللوجو بتاعهم كان وش السعد على بطلوبة منشستر يونيتد ولكن يبدو أنه هو بقى نفسه ما كانش فيه سعد المهم شركة AIG بتاعت التأمين دي كتفول المستثمر بس يا عامي يستثمر براحة تكفي الليل تحاجر وماكش منه خاطرة أنا هأأملك لستثمر بتاعي بس هاخد جزء من العائد بس هأأمنه لك وأنا أدبر شركة التأمين خد بالك يعني لو لستثمر ده المفروض يجيب لك 10% أنا هأخد 1% ولو حصل حاجة وخصدت فلوس أنا هدفع لك عامي أنا شركة التأمين بتدفع علي فلوس كل شوية بأخد من ناس كتيرة بحس إن لو واحد عمل حدثة من فلوس الناس كتيرة دي أدفع ويتبقى ألم شوية صغرين المكسب أخدهم فأنا هأأمن على أسهم بتاعتك على عقاراتك على سيكيوريتيز بتاعتك كل حاجة أتأمن أنت في يد شركة التأمين وهنا عزيزي يدخل منتج مالي جديد اسمه وهي ببساطة وثيق التأمين على الاستثمار وهنا عزيزي المستثمر بقى ممكن يخش في أي استثمار أياً كانت مخاطرته يستفيد من حائد البد الكبير وفي نفس الوقت يشتري CDS تضمن له الاستثمار بتاعه كده يا عزيزي يبقى مسك العسام النص فاهم طبعاً فكرة وهتيقول لي يا بوحمد طب أنا أعرف إزاي الاستثمار ده فيه مخاطرة قد إيه وعملة إزاي أقول لك يا عزيزي إن زي درجاتك في المدرسة وفي الجامعة بيكون فيه درجات لكل استثمار كريدت ريتنج بيحدد نسبة المخاطرة اللي فيه اللي كان بيحط هذا التقييم المصاحح بتاع هذه الاستثمارات كان اسمه كريدت ريتنج إجنسيز أشهرهم كان موديز ستاندرد أند بور فتش فمثلاً التقييم بتاعه اي 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 معناً إن الاستثمار ده فارزة أول والمخاطرة فيه قليلة مضمون إن شاء الله برضو عزيزي عشان ما نلحدش بينما مثلاً تقييم سي 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 بقنا أنت وحزك بقى ريزك عالي بس ماكسب عالي برضو أنت واختياراتك طبعاً يا عزيزي انت تلوقتي بتقول اللعبة كبرت قوي يا بوحمد فحنا كنا مشين كويس والناس عملاً تاخد بس من البنك ودلوقتي الأطراف عملاً تخش وتزيد وبقى فيه طرق جديدة واختلفة للاستثمار واللي استثمر 4-2-3-1 و4-4-2 دايمون وشوى شوى نلاقي مورينيو دخل فيها كباية نالله وعشان كده خلينا نرجع الموضوع بسرعة عندنا ناس خادت قروض عشان تشتري بيوت عندنا بنوك باعت القروض دي لبنوك استثمار بنوك الاستثمار قامت مجمع القروض دي تك 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 وترحتها للناس تستثمر فيها جت شركات التأمين وبعض البنوك قارت لك هات نسبة من ربح واخد تأمين على استثمارك لو حصل حاجة للاستثمار هاشيرونا يا عام واللي كان قاعد بيقيم هذه الاستثمارات أبقى مهنة صحة بيقول للمستثمر اللي قاعد بتاعك هيرجع لك بنسبة كام فهمت السايكل يا عزيزي؟ ايه بقى اللي حصل في 2008 في أواخت التسعينات وأوال الألفينات كان سوق العقارات في أمريكا مغري جدا للستثمار كان فيه ناس بتشتري بيوت وتسقعها وتعمل فلوس كويسة ما بين في 1996 ل2006 أسعار البيوت تضعفت في أمريكا وما أن سوق العقارات كان ماشي ساعتها فبالتالي الـ MBS أو المورجج باك سكيورتيز دي كان استثمار كويس وبيعمل فلوس ريئة لأن الأصال العقارة عمالة تزيد فأنت حتى لو الشخص اللي ديته القرد ما دفعش هتاخد البيت وتبيعه وتكسب يا معلم ده أنت عزيزي أكشني من مصلحتك لو ما دفعش لأن قيمة البيوت عمالة أعلى المستثماري هنا بدأ وأجيبه الموضوع ده مبتدأ حجم الاستثمارات فيها يزيد بشكل كبير وده لسبب بسيط جدا هم كانوا شايفين دي فرصة استثمارية كويسة مقارنة بالمخاطرة اللي فيها يعني مثلا الطبيعي في السوق إن الاستثمار اللي المخاطرة فيه AA بيجيب 10% ده عزيزي بقى كان AA وبيجيب 12% وكان بالنسبة للمستثماريوم يعني ما تطبل واتبوس خالص واللي واخد القرد مش هارف يسدد ياخد أول بيته ويبيعه ويكسب فيه برانس ما هيعمل البيوت عمالة تغلى الموضوع ابتده هيكبر والفلوس تكتر والمستثمرين بقى عايزين يحط فلوس زيادة في الـ MBS طب يا عام المورجج أصلا قلست إنه يشوف تاني زود خليه أقولك عزيزي من الطبيعي لما البنك بيسلف حد عشان يشتري بيت كان يبوست على شوية حاجات كده أهبوز زي كريد سكور اللي هو تصنيفك الاقتمامي ده حاجة البنك بيعرفها من خلال معاملاتك البنكية تاريخك عامل إزاي فيها بتساعد اللي عليك في معادك ولا بتاخد مراتك بقد إيه لما بتاخد خروض بتدفعها في وقت عامل إزاي عشان يقدر يضمنحنك بدرجة ما هتساعد القرد اللي عليك على مدار عشرين خمسة عشرين سنة الحاجات دي يا عزيزي كانت مهمة جداً في حاجة زي التمويل العقاري فالله حصل إن عشان بقى المستثمين عايزين من ده أكتر وخلاص خلصنا الناس كويسة والبنوك بقى عايزة تزود حجم التمويل العقاري عشان كده ابتدت تقلل شوية بشوية من المعايير اللي حطاها عشان واحد ياخد قرد وتوسحت فيما يعرف بالسبرايم مورجرش ليندنج وطي يا عزيزي ببساطة شديدة قروض بتديها البنوك لأفراد مش بيها انطبق عليهم الشروط الطبيعية قوي في سبيل إنها هتاخد فايدة أعلى طيب تعالى انت كده ايه والله لأ بشتغل شغليهنا ولسه ما كونتش نفسي وما مدفعش الفلوس بشكل بزبوط ومش حارف إيه بس إن شاء الله هتورزق يعني طيب تعالى هتديك قرد بس هاخد منك فايدة أعلى عشان انت مش مضمون عشان لو خيشتك ردك من وداني سيما أقولنا كده كله بتمن وأنا كمان باخد ريسك وأسلفك حق أطلب عقد أكبر كان في الوقت ده بعد بداية 2003 أي حد كان ممكن يخطقته وظهر يا عزيز مصطلح النينجا لونز لا إنكم لا جوبس لا أسيت لونز والفتحة مش حفزانها واحد لا عنده داخل سابق ولا عنده وظيفة ولا يمتلك أي حاجة غير حسن السيرة والضمير الحي لو يعني كان موجود قضي يذهب للبنك وهم بعد خلينا يقولك يا عزيزي أن القرود دي كانت معمولة بطريقة يتم خداع الناس فيها ونسبة الفايدة الحقيقة اللي الواحد بيدفعها كانت بتبقى أكتر بكتير من البنك يقال عليها في الأول حاجة بتسمع بالتريداتوري لاندينج براكتيس والنتيجة إيه بقى؟ آلاف من الناس اللي كانت واخدها سب برايم لونز مقدرتش تكمل سدادة القارض دفولت بعد الشارع عندك بالدفولت طبعاً يا عزيزي الناس دي اللي مقدرش تسداد قروضها البنك عم واخد البيت اللي عليه الرهان قاتي يا ابني البيت عشان انت مدفعتش طب اي دا أنا عامل ببيت دا ايه؟ هعرضه للبيع عشان ناخد مكسبي والفلوس تحيل واوة محميد ما نبيع البيت وناخد فلوسنا ونكسب بقى مش هاخر الشوال كده طيب واوة عزيزي دي كان البابل مع الزيادة الكبيرة في العرض اللي مش بيقابلها زيادة في الطلب ما هو فكر فيها انت تديت لناس كتير ما عندهش القدرة انها هتدفع ما دفعتش فانت اخدت البيوت البنك مش هيحتفظ بالبيت مش هيبقى أنتيكة عنده لازم يبيعه عشان ياخد فلوسي معاك كاشو يستثمر بحاجات تانية فبالتالي بنوك كتير بقى عندها بيوت كتير بتحاجل تباها لما دا يحصل يبقى عندك سبلاي اكبر بكتير من الدمان فجأة الناس كلها بقى بتبيع بيوتها في ايه اللي يحصل؟ الاسحار تبدأ تنزل والبابل تفرقع والنتيجة انخفاض حد جدا في اسحار العقارات وهو في بيوت كتير جدا معروضة لبيع في الفترة من 2006-2010 متوسط سعر البيت في امريكا نزل بالنسبة 30% مش كده وبس دا حتى الناس اللي كان بتثبت فلوسها وتمت تمام لقيت فجأة سعر البيت اللي هم واخدين قرد عشانه نزل يعني أنا اخد قرد مليون والبيت النهاردة انسو 700 ألف وأنا هفضل ادفع على أسيس ان البيت قنته مليون لا يا عم انا مش دافع خدوا البيت أحسن واخد قرد جديد وده خلا طبعا العرض يزيد أكتر الناس عملت بيع بيوتها وبالتالي البنوك اللي كانت بتسلف بقى معها جيون بيوت مش عارفين يبقواها اللي قدى في الآخر يا عزيزي ان بنوك كتير اضطرت تشهر إفلاسها خلينا اقولك ان حوالي 75% من جهات التمويل العقاري اللي كانت موجودة في 2006 ما بقتش موجودة في 2011 75% المستثمرين اللي حطوا فلوس بالمليارات في الـ MBS ابتدوا يخسروا فلوسهم ده لأن الاستثمارات بتاعتهم مدعومة في الأساس بسوق العقار وقروض التمويل العقاري فلما حصل الانهيار ده فأسعار العقارات والحيطة مالت حرفياً انعرض كل الأوراق المالية المدعومة بيها بس إت كمستثبت أتوليستان لعنتك فاكر منشستر يوميتد أنا كنت واخد بالي ومؤمن على الاستثمار بتاعي وشاري CDS ايه المفروض ده؟ تأمين على فلوس لو السوق انهار تعالي يا شركة التأمين صلحين للأستثمارات ابا؟ عزيزتي مش حوية تاوي ايه؟ ازاي؟ الحقيقة انه CDS دي كانت غير منظمة من الدولة Not Regulated ايه ده يا محميد؟ اه قصدك بالكلام ده فلوسي ده انا ارفع عليك قد المال انا عزيزي يالله او اخذت منك حاجة جراجة التأمين يا عزيزي ممكن تصدر CDS حتى وهي ما عايش فلوس تدفع حاجة وكان اللي بيساعدهم في ده الكريدت ريبتينج ايجنسي الجهات اللي كان بتصدر CDS كانوا مشيين بيبدأ سيبها اللاعب غير ما بتحرقش مؤمن هتحرق مؤمن ولو حصل ان حد عايز التأمين بتاعهم اكيد بقى 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 مش هيجوا كلهم عايزين فلوسهم في نفس اللحظة بس يا عزيزي يبدو ان هم كانوا غلطانين لان ده اللي بيحصل وقت الازمات الاقتصادية العالمية اللي بتؤدي للنهار الشركات في مارس 2008 بانك بيرستيرنز أعلن إفلاسه وبيجي بانك استثماري تاني اسمه جي بي مورجن يوافق يشتريه بسعر اثنين دولار للسحن وضمان من الحكومة بثلاثين مليار دولار وفي سبتمبر 2008 بيعلن بنك ريمان برادرس أكبر إفلاسة في التاريخ البنك ده يا عزيزي كان أحد أكبر بلوك الاستثمارية في العالم بعدها يا عزيزي تبدأ شركة AIG تنهار دي الشركة اللي كانت بفروط تأمن على استثمارات معرفانش تأمن نفسها وتبدأ من هنا أزمة عالمية هي الأعنف مليون وظيفة بمعدل 712 ألف وظيفة في الشهر الواحد كل ده بين أكتوبة 2008 لمارس 2009 الخزارة اللي تعرضت لها الأسر الأمريكية بسبب نزول سعر العقارات والأسهم وضياع المدخرات ده غير المعاشات وفقدان الوظيف في الأربع سنين من 2006 إلى 2010 عشرة مليون أسر يا عزيزي اتسحب منهم بيوتهم عشرة مليون كل ده طبعاً عشان ما يقدرونيش يكملوا دفع اللقصات فوركلوجرز في 2008 بس حصل ثلاثة واحد من عشرة مليون حالة سحب واحد من كل 54 بيت كان بيجيلوا إنذار حوالي 9 مليون أمريكي فقدوا التأمين السحي بتاعهم في 2008 بتقدر خسائر المعاشات الأمريكية بـ 2.4 من 10 تريليون دولار أكتر من 80 ضعف إجمالي ما بيعاش شركة كوكاكولا سنة 2018 وبين 2007 إلى 2009 سوق الأسهم في أمريكا بيحقق خسائر خسائر تقدر بحوالي 8 تريليون دولار نيويورك ستوك إكشينج بيقدر النهاردة إن فيه 17 مليون دولار خسائر نص بورسة نيويورك راحت تقريباً اللي كان بتقدر عزيزي بـ 17 تريليون قصناها النص كده إنت عزيزي متخيل الرقم يعرف متخيل يعني 17 تريليون دولار تقد ناتج القوم بتاع ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية سنة 2017 وفي دراسة عملها البنك المركزي سنة 2018 بعد عشر سنين من الأزمة قالوا إن الأزمة دي خسرت المواطن الأمريكي سبعين ألف دولار تبهر يا عزيزي تقولي طب ما تي أمريكا قال لك يا عزيزي الإقتصاد العالمي مرتبط ببعضه والعالم بقرية صغيرة كان فيه جزء كبير من استثمارات MBS اللي هو المورجج باك سيكورتي اللي هو بنقسم الديون ونبيعها ونعمل كده كانت استثمارات أجنبية فبالتالي هنا الأزمة مأسرتش بس عن أمريكا يسمعك في العالم كله الحكومة البريطانية من 2008 لحد ديسمبر 2009 سرفت حوالي 350 مليار سترليني يعني واحد واحد من 10 تريليون دولار عشان تنقذ القطاع المالي في بريطانيا في 10 أكتوب 2008 تغسر بورسة لندن حوالي 90 مليار سترليني في يوم واحد في سن غفورة الدولة اللي تعددها حوالي 5 مليون مؤسسات الاستثمار التابعة للحكومة بتغسر حوالي 80 مليار دولار ده عزيز صندوق النقى دي يوم ما يعني بيشاخل الجيم وبيدي بال10 مليار دولار وبيزل الدول عليها عندك في السن أكتر من 20 مليون عامل خسروا شغلون في 2009 بسبب الرقود وقلت الطلب على السلعة ما يسين دي يا عزيزي بتبيع شغلها الميد مش بيبيع أكيد لأمريكا مش بيبيع أكيد لإنجلترا مش بيبيع أكيد لسنغافورة الدول اللي احنا قولنا إنها تأثرت كله بتأثر بقى 20 مليون عامل ده عزيزي يعني قد سنغافورة أربع مرات وبعد بالأزمة حصلت يا عزيزي الناس كتعايزة تفهم ايه السبب؟ وايه القدانة الله ومين المسؤول عن كل ده؟ والحقيقة أن جهات كتير تتحمل مسؤوليتات اللي حصل وأنه حصل بmansه بنوكل الصمار توسعت في شراء السابرائم lone وفكر يا عزيزي هذه الدئون اللي كانوا بيجوه الناس ما تدها كانت فايدتها كبئر كان فيها مكسر أعلى مش بس كده دول كانوا بيجوه للحاجات دي هاي ريتنج لأنهم اللي كانوا بيدفاعل لليريتنج أجنسيس دول دي فاكر يا عزيزي الأجنسيز اللي كانت بتقيم اللي هو ده تريبل اي ده تريبل سي لا ده بي بي فاكر الحاجات دي هم اللي كانوا بيفاعلهم فلوس عشان يدوا التقييمات على استثمارات دي فعل ورق ورقنا ودفاتت دفاترنا وبنوكل الاستثمار بقى بتعمل مع موضوع زي قفص القوطة اللي هو وش القفص المستوي الحلو ده وتحت بقى كل التماطم المضروبة البايزة وبعي القفص بقى على إنها حامرة وجميلة على تماطم والريدينج ايجنسي مأكدالي يعني وهتقولك إنها حامرة وجميلة وبسمسم دي تماطم بسمسم بس الحقيقة عزيزي إن بدوك الاستثمار عمت حاجة قصية من كده كمان هي مش بس بعيتلك استثمارات خسرانة على إنها حلوة دي كمان مشوف دي بقى رهنت على إن الاستثمار بتاعك هيخسر حاجة اسمها شوف تسالين وكذبت فلوس فعلا لما استثمارك خسر يعني أنا كده عزيزي كبانك استثماري ديتك على قفاك مرتين بخيل بعتلك جزمة فيها أيوب على أساس إنها جزمة شغلة زي الفل وقلتلك روح يجري بيها يا عامر وبعد كده قمت مميل على واحد جنبي وقلت له تراهن إن الودي اللي بيجري بجزمة حلوة ده هيوقع على كام على كذا طب ماشي ويع هتنفلوسي أصلا فأنا كده كسبت فلوس لما بيعت الجزمة للراجل وكسبت فلوس لما رهنت على إن الراجل ده هيوقع بيها لأنها جزمة مش كويسة وأنا عارف طبعا يا عزيزي الموضوع لم يكن بالجزم الموضوع كان بالمليارات كانش بالهياف اللي أنا بقولها دي المرارة يا عزيزي كمان كان بتتم من خلال سي دي اس اللي هي فاكر قلنا إنه إيه؟ وصيخ التأمين على الاستثمار بس الحقيقة إن كان فيه حاجة في السي دي اس مختلفة شوية عن التأمين العادي يعني أنا مثلاً لو رحت اشتريت عربية فطبيعي إن أنا بس كصاحب عربية اللي ينفع عامن عليها بالتالي لو عربية تتسرقت ولو عملت حدثة شركة تأمين تتفعلي تأمين عربية بس مش طبيعي إن واحد تاني غيري يأمن عربية بتاعتي ولو أنا عربية تتسرقت شركة تأمين تعوضه هو لو ربنا يعوض عليك ربنا يعوض عليك طب وأنا ده بالضبط اللي كان بيحصل في السي دي اس أي حد ممكن يأمن على أي استثمار فبالتالي لو العربية مش عربية تي بس أنا أممني عليها هبقى عايزها تتسرق عشان أخد إنت التأمين يا أولاد اللذينة ده إذا ده اللي بتعملوه ده مش ممكن دي خطرعات ما ليه يا عزيزي هناك فاينانش الانشنيري كان يا عزيزي كمان بيتم تداول السي دي اس دول في أسواق المال زي زي أسوم الشركات فأنا لو متوقع أن هذا الستثمار ده مثلاً هيخسر أروح شارع السي دي اس يأمني ضده ولما يخسر أخذ فروس التعميد وبقوك اللي استثمار عملت كده باعت للناس سابرايم لونز وكسبة النسبة بتاعتها العادية وقامت راهي حشاريا سي دي اس بتراهم بها ضد الاستثمارات دي وكانت مورجان ستانلي بتراهم ضدها في نفس الوقت سعفي اسمه جريك جوردن نشر مقالة في 2009 كشفت إزاي جولدمان ساكس كانوا بيبيعوا استثمارات متصممة إن كل ما العملاء بتوعهم يخسروا أكتر كل ما جولدمان تعمل فلوسه أكتر المراهنة ضد الاستثمارات في وقت ما كان بيتكسب أكتر من بيع الاستثمارات نفسها بدرجة هم بتدوا يخلقوا لونز جديدة قروض جديدة بس بهدف المكسب اللي هيجي من وراء الرهن ضدها إيه ده؟ إيه ده؟ إيه يا جولدمان الناس دي كانت مرهنة على فشلك من أول لحظة عشان يرهنوا على فشلك ويكسبوا تسألوا وتقول لي يا أبو حميد الناس دي بقى بعد الجشع واللي عملوه ده كله اتحاسبوا إزاي؟ الحقيقة يا عزيزي إن الحكومة الأمريكية عشان ما تفشلش والدولة كلها بقى تفلس والناس كلها تبقى عطلة كانت لازم تنقذ الناس دي المؤسسات دي يا عزيزي اللي كان بتاخد بقى القروض وتشتريها وتبيعها وتجزاقها وتراهن على فشلها كانت تو بيك تو فيل حجمها كبير قوي لدرجة إن هي لو فشلت هنفشل كلنا معاها ماينفعش تفشل فكان لازم الكونجرس الأمريكي يدلها فلوس عشان تقدر تكمل والاقتصاد كله ما ينهرش انتهت يا عزيزي حكاية الأزمة الاقتصادية لألفين وتمانية واللي كانت على وشك إنها تقضي على أقوى اقتصاد في العالم أنا بحكي لك الحكاية دي ليا يا عزيزي لأن نموذج أزمة ألفين وتمانية ده نموذج للأزمات الاقتصادية فكرة الأزمة الاقتصادية اللي فيها أصول اقتصادية بتفقد جزء من قيمتها ويمت الفلوس دي بتنقص فتصحى الصبح تلاقي نفسك خسرت فلوس من غير ما تكون عملت أي حاجة فيمكن لما نفهم أزمة ألفين وتمانية نقدر نفهم بشكل عام يعني أزمة اقتصادية بس الحقيقة يا عزيزي كل ما قدر أنصحك بيه هو إن طبعا حاجة زي التأسية لطيفة وجميلة وبتساعد إن إحنا يبقى عندنا الحاجات دي بدل ما هنحتاج العمر كله نحوش لها عشان نجيبها ولا حاجة نستفيد بيها بس اختار صح واختار الحاجات المهمة فعلا بالنسبالك لأن إنت ممكن قدام ما تكونش حملة الدين ده فاختار بعناية شديدة تاني حاجة يا عزيزي إن البنك الفيدرال الأمريكي رفع الفايدة وكثير من بروق العالم رفعوا الفايدة فده معناها يا عزيزي إن إحنا غالبا في السنتين الجايين دول ممكن أن يكون هناك ركود اقتصادي وممكن لأ أنا مش دعوة ما عرفش بس اللي احتماليت بتقول إن ممكن أن يكون هناك ركود لأن ركود يعني ممكن نخسر شغلنا شركات تسرح عمالة عشان مش قادرة تعمل مش عارف إيه فربنا يؤسر يا عزيزي علينا أرجوك خد بالك من التأسيد أخينا ولايس أخينا نستشوف الحالة اللي فاتت نشوف الحالة اللي جاية نزبوصها لمصادر وراحنا على اليوتيوب نشترك القناة اشتركوا في القناة